نبدأ يا شيخ طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال والأقوال والأفعال واجعل الحمل لنا خالص لوجهك الكريم يا رب العالمين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث والأربعون أو الرابع والأربعون من التعليق على منظومة مراق السعود وقد كنا وقفنا في المجلس السابق عند قول النظم رحمه الله تعالى في كتاب السنة وبعد أن بعث خير العربي دعوى النبوة مهال الكذب ومن تفى وجوده من نص إن دذوي الحديث بعد الفحص وبعض ما ينسب للنبي وخبر الأحادث السنين حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا وابطع بصدق خبر التواتري وسو بين مسلم وكافري واللفظ والمعنى وذاك خبر من عاد تنكذبهم منحضر عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وانفه إذا ما قد خلى مع دواع رده من مغطلي كما يدل لخلافة علي كالافتراق بين ذي تأولي وعالم به على المعولي ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخف حاضري ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا أو يفيد قطعا وليس حامل على الإقرار وليس حامل على الإقرار تم مع الصمت عن الإنكار إن شاء الله نحاول أن نمر على هذه الأبيات الليلة سنحاول في كتاب السنة أن لا نطيل الكلام كثيرا لأن مقام التوسع في هذا الباب يكون في هذا الكتاب يكون في الكتب المتخصصة في المصطلح ونحوه ولذلك سنمر عليها في هذا الكتاب على قدر من الإيجاز بما يوضح حبارة المصنف وما يحتاج إلى تنبيه قال المصنف رحمه الله تعالى وبعد أن بعث خير العربي دعوى النبوة مهال الكذب الآن النظم رحمه الله تعالى شيء يشبع في هذا البيت وما بعده في تقسيم للخبر إلى ثلاثة أقسام خبر مقطوع بكذبه وخبر مقطوع بصدقه وما لم يقطع فيه بواحد منهما وبدأ في هذا البيت بالمقطوع بكذبه فذكر من الأخبار المقطوع بكذبها أو أن من الأخبار المقطوع بكذبها ادعاء النبوة بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم فمن ادعاء النبوة بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم قطعنا وجزمنا بكذبه من غير أن نطالب بدليل على ذلك إذ أن ثبوت ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم قد قامت دليل القاطع عليه وهو إجمع المسلمين أجمعين مستندين لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي قال ولما كان الأمر كذلك فهذا الدليل الذي هو مستند هذا الإجماع قد أثبت قطعا كذبا ادعاء النبوة بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم طيب والكلام هنا بعد ثبوت نبوة صلى الله عليه وسلم وأما قبل نزول الآية فلا يبطع في ذلك الحين بكذب مدعيها إذ أن العادة إنما هي إذ أن القطع بكذب ادعاء النبوة بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم إنما كان مستهدا لتلك الآية قال وبعد أن بعث خير العربي دعوة النبوة مهال الكذبين مهال بمعنى أنسبها أي أنسب دعوة النبوة للكذب بعد أن بعث خير العربي صلى الله عليه وسلم قال ومن تفى وجوده من نصي عند ذوي الحديث بعد الفحص وبعض ما ينسب للنبي هنا أيضا لا زال مصنف النظم رحمه الله تعالى يتكلم عن ما هو مقطوع بكذبه فذكر أن مما هو مقطوع بكذبه أو مما ينمى للكذب عند جماهير أهل العلم من الوصوليين وغيرهم كل حديث لم يوجد أي كل حديث نسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد في الكتب المدونة في علم الحديث ولا في صدور الرجال بعد الفحص والتفتيش من أهل الحديث المتفصين بذلك فأي حديث لا يوجد في دواوين السنة ولا في صدور الرجال ممن هم من أهل الحديث فإنه يقطع بكذبه فإنه يقطع بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم والكلام في هذه المسألة ينبغي التنبع لأن هذه المسألة مفتربة بعد تدوين الأحاديث في دواوين السنة أما قبل حصول التدوين فلا شك أن قد يكون البعض عنده من الأحاديث ما ليس عند غيره وهذا حتى كان في عصر الصحابة رضي الله عنه فإن من الصحابة من حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ومنهم من لم يحفظها وأنكرها حتى ثبتت لديه ولا أدل على ذلك من حديث نبي سعيد رضي الله عنه فالصحيح لما روى القصة بين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاستئذان ثلاثا فإن أبا موسى لما ذكر حديث الاستئذان ثلاثا لم يقنع بذلك عمر رضي الله عنه وطلب منه شاهدا على ذلك فجاء أبو سعيد كما في الحديث المشهور وشهد على ذلك فالقصد أن هذه المسألة وهي العلم أو القطع بكذب أي حديث لم يوجد في دواوين السنة ولا في سلو الرجال إنما هو بعد تدوين السنة كما لبهنا قال وبعض ما ينسب للنبي أي أنه من المقطوع بكذبه من المقطوع بكذبه من المقطوع بكذبه بعض ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ووجه القطع بذلك قالوا هم الوصوليون يذكرون هنا دليلا يقولون أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب عليه ولكن هذا الحديث كما ذكر جماعة من أهل العلم أو ما يروأ هذا ليس حديثا ثابتا في دواوين السنة ولا يوجد في دواوين السنة بهذا اللطف ولذلك نبه عليه جماعة من أهل العلم وإنما ذكره جماعة من الوصوليين في كتبهم كرازي وغيرها ولكن هذا المعنى من حيث ورد في السنة فقد روى مسلم في مقدمته عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يكون في آخر الزمان دجالون كذبون يأتونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم يكون في آخر الزمان دجالون كذبون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم فهذا إذا كان كذلك وعلم أنه سيكون في الأمة كذبون ودجالون علم يقين في الجملة أن بعض ما قد ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم قد كذب قطعا وإلا إذا لم نقول بذلك لكان هذا الحديث محله تكذير فلما كان كذلك قطعنا بأن بعض ما ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون كذبا والذي يبين صدق ذلك الحديث من كذبهم النقاد من أهل الحديث رضي الله عنه قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى وخبر الأحادث السني حيث دواعي نقله تواتر نرى لها لو قاله تقرر أو قبل ذلك نرجع البيت الذي قبله حتى ننظر هل في إشكال فيه ومن تفى وجوده من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص أي حتى نحل البيت أي ومما يقطع بكذبه من تفى وجوده من النصوص أو من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص والتفتيش وبعض ما ينسب للنبي أي ونمي أيضا بعض ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الكذب كما ذكرنا وجه ذلك ثم قال النظم رحمه الله تعالى بعد ذلك وخبر الأحادث السني حيث دواعي نقله تواتر نرى لها لو قاله تقرر طيب المصنف يريد أن يشير هنا إلى مسألة وهي أن من المقطوع بكذبه الخبر المنقول بالآحاد الخبر الذي ينقل آحاد إذا كانت الدواعي داعية لنقله متواترا متوفرا قالوا ذكروا مثلا لذا كما لو أن جمعا من الناس في مسجد في جامع والخطيب يخطب فجاء الرجل فذكر أن الخطيبة سقط وتفرد بذلك دون سائر من في الجامع من حضر الخطبة فلما كان كذلك فإن هذا يقطع قطعا بكذبه لمخالفته للعادة في أن هذا الدمع الغفير من الناس يحضرون مثل هذه الخطبة ولا يذكر أحد منهم سقوط الخطيب إلا هذا الرجل وهذا القول بأن مما يقطع بكذبه مثل هذه الصورة وهي الخبر الآحاد الخبر الذي يرويه آحاد الناس مع وجود دواعي نقله متواترا هذا قول جماهير أهل الأنس خلافا للرافض فإنهم لا يقطعون بكذب مثل ذلك عندهم ولذلك لما كان الأمر كذلك ويجوزون صدق مثل هذا الخبر هم قالوا بصدق إمامة علي رضي الله عنه مستندين مثلا لحديث غدي الخم مع أن حضره الآلاف من الصحابة ولكن يقولون جميع الصحابة هؤلاء لم يذكروا إمامة علي رضي الله عنه وإنما ذكر ذلك الأحاد الذي يرويه عنه وهذه الصورة هذه الصورة رب النظر عن هذه الحديث مما يقطع بكذبه عند جماهير أهل الأنس وهنا مشألة مهمة لا بد أن نتربع نها شورة هذه المسألة هذه المسألة ي Emergön أن تفرق بين هذه المسألة وبين مشألة أخرى وهي مسألة قبول خبروا الواحد فيما تعمو به البلوة تلك مسألة وهذه مسألة فمسألتنا هذه مسألة مستقلة عن مسألة قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوة فإن قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوة عليه جماهي وغادلين عليه الجمهور المالكية والشعرية والحنادل وهو حق إذ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوة وإذا قبلوا من ذلك جملة من الأخبار فهذه عائشة رضي الله عنه تخبر بوجوب الغسر من الجماع دون إنزاء وقبلوا الشحابة رضي الله عنه ومع أنه مما تعموا به البلوة فألقصت أن هذه المسألة قبول خبر واحد فيما تعموا به البلوة قد قال بها جمهور أهل الأن الخلافة للحنفية هو بحث الخلاف بين الجمهور والحنفية ولكن أردت هنا أن هذه المسألة تختلف عن صورة مسألتنا صورة مسألتنا هي في صورة يعني نتكلم عندما نقول خبر واحد فيما تعموا به البلوة مقبول هو صورة في خبر آحد ثبت بالسند ثبتت صحته وهمل به فيما تعموا به البلوة أما الصورة التي يذكرها النظر في هذا البيت فهي متصورة في ما ينقله الواحد من الناس فيما يشاركه فيه الجم الغفير ويشاهدونه ويحضرونه ويعاصرونه ويتفرده بنقل كما ذكرنا لكم في صورة الخطيب فإن مثل هذه الصورة يقطع بكذب المخبر بها وتفرده بها لأن الجميع حضروا معه وشاركوه في الواقعة وهذه الواقعة مدركة أيضا بالحس ومع ذلك يتفرد بها وهذه المسألة هي الصورة هي ما أراده النظم بقوله وخبر الآحادي أي ونمي خبر الآحادي إلى الكذب في القول السنية عند أهل العلم حيث دواعي نقله تواترا يعني حيث كانت دواعي نقله تواترا متقررة لو قالها أو نرى لها لو قاله تقررا أي نرى دواعي نقله متواترا متقررة فالصورة الخلاصة في هذه الأبيات هي صورة المسألة خبر آحاد توافرت الدواعي على نقله متواترا وتفرد به أحد الناس في هذه الحالة نقطع بكذبه قال بعد ذلك النظم رحمه الله تعالى وقطع بصدق خبر التواتم وسوي بين مسلم وكافري واللغض والمعنى الآن أنت المصنف رحمه الله تعالى أو النظم رحمه الله تعالى من الكلام عما هو مقطوع نيش بكذبه وذكرنا في الأبيات السادق الآن سينتقل لقسم ثاني من الأخبار وهو المقطوع بصدقه وهو المقطوع بصدقه فذكر أن من الأخبار المقطوع بصدقها خبر التواتر خبر التواتر وسيأتي تعريفه لا نستبق الآن سأقول أن المتواتر من الأخبار مقطوع بصدقه عند جماهير أهل العلم عند جماهير أهل العلم والقطع بصدق المتواتر ضروري عند الجماهير من الوصولين يعني ليس نظرياً وإنما على وجه الضرورة خلافاً لبعض الوصولين فنقطع بصدق خبر التواتم كما ذكر المصنف أو الناظر وسو بين مسلم وكافر أي أننا نقطع بصدرق خبر المتواتر سواء كان الذي أخبرنا به مسلم أو كافر فكون المتواتر مقطوعا بصدقه يشمل ذلك ما لو كان المخبرون به الذين تواتروا على الإخبار بمسلمين أو كفار فاسقين أو صالحين وهذا قول جماهير أهل العلم من أهل العلم أن يشترط الإسلام ولكن لا يخفض على هذا القول وأن القول الشيء لأن أنه يشوى في قبول خبر التواتر أي في الأخبار المتواترة نتكلم الآن يا أخوة بالخبر المتواتر من حيث هو حديثا أو غير حديثا حتى لا يستشكل البعض ما ساتشغ بين المسلم والكافر لا الكلام فيما تواتر سواء كان ذلك من الحديث أو غيره الحديث النقوي أو غيره قال وسوي بين مرسمين وكافري واللفظ والمعنى أي أنه أيضا يستوي في ذلك المتواتر اللفظي والمعنوي المتواتر اللفظي بأن يتواتر نقل نص معين لفظ معين فجميع المخبرين الخبر أخبروا به بلفظ معين فإلى أن وصلنا إلى مرحلة التواتر كما سيأتي تعريف التواتر هذا المتواتر للأرض تارة يكون التواتر معنوي تختلف العبارات من حيث الألفاظ لكن جميع هذه العبارات إذا جمعتها بعضها إلى بعض حصلت على معنى كلي هذا المعنى كلي هو المستفاد من أفراد تلك الألفاظ وهذا المعنى الكلي حصل لنا بالتواتر فأصبح مقطوعا بصدقه ويضربون لذلك مثال قالوا مثلا كما لو أخبر شخص عن حاتم الطائي أنه مثلا أعطى فلانا دناني وآخر أنه أعطى فلانا إبلا وآخر أنه أطعم أضيافه وآخر أنه فتح باب بيتي إلى غير ذلك فهذه عبارات من حيث الألفاظ مختلفة لكن من حيث المعنى الكلي الذي نصر به إلى كون حاتم الطائي كريما أوجبت لنا العلم المتواتر بكون حاتم الطائي كريما بكونه كريما فجميع من أخبر بهذه الأخبار متفقون على معنى كلي وهو كريم حاتم الطائي حاتم الطائي طيب قال النظم رحمه الله تعالى نرد على الأبتات وقطع بصدق خبر التواتر يسوي بين مصنين وكال والأفضل والمعنى واضح هذا ما يحتاج نجي التفصيل لأقل وذاك خبر ثم قال النظم وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير معقول الآن شرع في تعريف التواتر قال وطوله وذاك إشارة إلى المتواتر أي أن المتواتر هو خبر جمع يمتنع عادة تواطئ خبر جمع يمتنع تواطئهم عادة على الكذب واتفاقهم على الكذب وفي حال كون خبرهم محسوس عن أمر محسوس أو بعبارة أخرى هو خبر الجمع الغفير عن أمر محسوس يمتنع عادة خبر الجمع الغفير الذي يمتنع تواطئهم على الكذب واتفاقهم عليه عن أمر محسوس أي أن الخبر عن أمر محسوس قال وهذا مراد النظم وذاك خبر أي أن التواتر التواتر خبر من عادة كذبهم منحصر من العادة كذبهم منحضر من العادة كذبهم محل حضر وامتنع عن غير معقول وهذا الخبر عن أمر غير معقول وإنما هو ما أمر محسوس مما يدرك بالحواس الخمس أو يدرك بالحواس الخمس وقال عن غير معقول ليخرجه إذا كان الخبر عن أمر معقول إذا كان الخبر عن أمر معقول إذ أن الأخبار من جهة المعقولات لا تفيد التواتر ولا يخفى أن الناس قد تتواطى ويتتابع الفئام الغفيرة منهم على فهم معنى معقول فهما خاطئ لذلك قالوا مثلا الفلاسفة تواطر على قدم العالم مع أن الفلاسفة جمّر غفير هذا التعداد ولكن إخبارهم هنا لم يكن عن أمر محسوس وإنما أخبروا عن أمر معقول والمعقولات لا تفيد التواتر والقطر مع وجود الجمّي الغفير لأنه جرت العادة أن الأفهام قد تخضر قد يتتابع القوم على فهم خاطئ دون نكير دون نكير ولذلك اشترط أهل العلم على اشترط أهل العلم بأن يكون الخبر متواتر عن أمر محسوس عن أمر محسوس قال وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد لما ذكر خبر التواتر وعرف خبر التواتر وأنه خبر من عادة كذبهم منحضر طيب قد يقول قال طيب هؤلاء القوم الذين كذبهم عادة منحضروا هل لهم عدد هل لهم تعداد هل يحصرون بتعداد معين قال الناظم هنا أراد أن يبين هنا قال وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد بمعنى أن التواتر لا بد فيه من تعدد نقلاته ولكن هذا التعدد من غير تحديد بعدد معين بل المعتبر في المسألة هي العدد الذي يحصل به العلم على المعتمد وهذا قد يختلف من خبر إلى خبر وهذا هو مذهب جمهير أهل العلم جمهير أهل العلم وإن كانوا يعني عامتهم يشترطوا أن يكون أكثر من أربعة كما سيأتي ولكن ولكن إذا تجاوزنا الأربعة فلا يشترط عند المهير أهل العلم عدد منحصر لرواة التواتر أو للمخبرين بالخبر حتى يكون متواترا قال بعد ذلك الناظم وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو بثلاثين أو بثلاثين في هذا البيت يريد الناظم أن يذكر لك بعض الأقوال التي قيلت في هذه المسألة على خلاف قول جمهير أهل العلم فمن أهل العلم من قال يعتبر في عدد التواتر أن يكون الرواة عشرون أو أن يكون الرواة عشرين طيب فلا يكفي أقل من ذلك وهؤلاء يعني استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل إن يكن منكم عشرون صابرون يغربوا مئتين ووجد استدلالهم في هذه العاية انتبهوا له قالوا الآن هؤلاء العشرون الصابرون لن يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل المئتين إلا وقد أخبروه بصبرهم إلا وقد أخبروه بصبرهم فكونهم على هذا العدد دليل على أن حصول العلم بصبرهم إنما يكون بهذا العدد لا أقل منه هكذا ذكروا في الاستدلال قال يخفي أن الاستدلال فينا ارتكل قال بقيلة بالعشرين أو بأكثر أي أن من أهل العلم من اشترط أكثر من عشرين أو بثلاثين أن من أهل العلم من قال باشترط الثلاثين كما قوي هذا القول عن أبي زين المالكين قال لن يكفي عندهم أقل منها الثلاثين وبعض أهل العلم قال ثلاث عشر وهؤلاء استدلوا بقول الله عز وجل وبعثنا منهم ثلاث عشر رقيبة في بني إسرائيل وبعض أهل العلم زاد على ذلك لكن النظم لم يذكر إلا هذه الأقوال وانتبه هنا لاحظ ذكر العشرين وأكثر من العشرين مطلقا وثلاثين واثنائي عشرة ثم انتبه إلى نقطة وهي فائدة جيدة ذكرها النظم رحمه الله تعالى في شرقه قال وبقيت أقوال أخر في عدد التواتري لم أذكرها في النظم طيب انتبهوا العبارة بعدها قال لأني لم أرها معزوة لأهل المذهب كما هو عادتي في هذا النظم وهذا تستبد من أفائدة يعني إذا استشكلت بعض الأقوال التي لم يردها النظم في شرح النظم في شرح أحيانا يذكر أقوال ماركية وإن لكن في بعض الأحيان قد لا يذكر أقوال وتستغل عدم ذكرها وعدم ذكرها إنما للعلة التي ذكرها لأنه لم يرها معزوة لأهل المذهب فوتارة يذكر الأقوال يذكر الأقوال التي تروى في المذهب وتوافق أقوال أخرى عند جماهير أهل العلم أو عند بعضهم أو عند أحد المذهب الأربعة ويعلض عن أقوال قد تكون أطقيلة بها في غيره من المذهب إلا أنها لم تكن معزوة لأحد من أرباب المذهب وهذه قاعدة تستفيد نستفيدها في منهج المصنف أو النظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة ذكرها في شرحه عند هذا البيت طيب من الأقوال التي لم يذكرها النظم في تحديد عدد متواتر أن من أهل العلم قال يشتوط في التواتر أربعون ولهم استدلال بقول العزول لأيه النبي وحسبك الله من التبعك من المؤمنين قال أجماع من أهل التفسير أنهم كانوا أربعين رجلا وبعضهم قال سبعون لأن الله تعالى قال يكتاب واخترى موسى قومه سبعين رجلا لم يقاتل وبعضهم قال على عدد أهل بدر ثلاثمائة وبعض وضعة عشر وهذه أقوال كلها في المسأة لكن قول الجمهور كما قدمنا لكم والقراثي رحمه الله تعالى في شرح تنقيع لفصول له كلام محرم في هذا المسأة يعني لما ذكر هذه الأقوال قال يعني أقراه لكم بنصه حتى يعني نستفيد منه قالوا هذه المجاهب المتقدمة في اشتراط عدد معين إنما مدرك الجميع أي مدرك جميع من قال بهذه الأقوال أن تلك الرتبة من العدد وصفت بمنقبة حسنة بمعنى يقول أن كل من قال بقول من أو قيد التواتر بعدد من تلك الأعداد إنما نرجعه في ذلك وتحديد تلك الرتبة أن هذه الرتبة أي بمعنى آخر أن هذا العدد وصف بمنقبة حسنة كما ذكرنا في العشرين الصابرين وفي السبعون رجلا لميقاتنا وفي أيها النبي وفي أهل بدر وغير ذلك قال فكل من قال بقول لحظ فيه أن أن ذلك كل من قال بعدد لحظ في ذلك العدد أنه وصف منقبة حسنة فجعل ذلك الوصف الحسن لذلك العدد سببا في أن يكون ذلك منقبة لا أخرى في تحصير العلم وهو يقول القرارة رحمه الله تعالى قالوا هذا غير لازم بماذا يقول الفضائل يعني قال خقاعدة جيدة قال الفضائل لا يلزم منها التلازم الفضائل لا يلزم فيها التلازم فلا يلزم من حصول الفضل المعين وهذا ما يعبر عنه بعضهم قال بعدها العلم يقول لا يلزم منها الفضل المعين فضل المطلق وهذا عبارة شبيهة به الآن كلام صعب تلقيح القرافي عندما يقول عندما يقول والفضائل لا يلزم فيها التلازم شبيه بها بكثة العبارة المطلق الضابط إذن الضابط في العدد اعتبارا في تحصير العلم الضابط في اعتبار العدد أن يكون ذلك العدد حصل به العلم عند المخاطبين وهذا يختلف باختلاف الخبر وباختلاف المخبرين وهذا المعنى أيضا نطيف هذا المسلم مهم قليلا وفيه نوع التدقيل وهذا الكلام أيضا أشار إليه شيخ السلام بن تيمين شيخ السلام بن تيمين أما ذكر أقوال الناس في اشتراط عدد التواتر يعني رجح أنه ليس التواتر عدد محصور ويعني كأنه شيخ السلام يقول العلم الحاصل الذي يحصل بالتواتر يعني هو يكون أشبه بالعلم الضروري الذي يحصل للإنسان كما يحصل الشبع للإنسان يقول الآن الشبع للإنسان عقيم الأكل ونحوه يختلف في الناس وقد يحصل الشبع بكثرة الطعام وقد يحصل الشبع بجودة الطعام ولذته إلى غير ذلك فكذلك يقول العلم الحاصل من المخبرين يختلف ليس الضابط فيه مجرد كثرة العدد أو كثرة المخبرين فتارة قد نقدم العدد الأقل لمزيد ضبطهم وديانتهم فلو اجتمع مهان أئمة من أئمة الحديث شفيان الثوري شفيان بن عيين الإمام أحمد هؤلاء الكبار واجتمعوا على حديث معين على رواية شيء معين فهم ليسوا كغيرهم فهم ليسوا كغيرهم فهو يقول الشيخ الإسلام ما يتحصل بالعلم ليس محصورا على مسألة العدد وإنما هناك أمور أخرى محتفة بالعدد أيضا تورث العلم فإذا كان كذلك لا يمكن أن نقول أن هناك عددا معينا للحصول على العلم المقطوع به المبني على التواتر وإنما ذلك يختلف باختلاف الأخبار وباختلاف المخبرين وباختلاف المتلقين أيضا أنفسهم وباختلاف المتلقين أيضا أنفسهم قال ولذلك شيخ الإسلام يقول حتى التواتر لما كان الأمر كذلك فإن التواتر يقول منه تواتر عام ومنه تواتر خاص يعني من الأشياء من الأخبار المتواترة التي تواترت عند المسلمين جميعا قالوا منها ما قد حصل التواتر فيها لخاصة من الناس كالعلماء فأنت مثلا يقول الآن الشيخ السامي يقول الشفعة تواترت عند أهل العلم لكن هل هي متواترة عند العام ما ليست متواترة عند العام أحاديث الحوض أحاديث الشفاعة إلى غير ذلك هي متواترة عند أهل العلم وإن لم تكن متواترة عند غيره فالقصد أن هذه المعاني جميعها مما يقوى به قول جمهي لأهل العلم لأن التواتر ليس هناك لأن التواتر لا يمكن القول بأن له عددا معينا إن ولد ذلك العدد ولد التواتر وإن لم يوجد لم يوجد التواتر إلا في الحد الأدنى لدي شيئتي ما سيدكره أهل العلم في الأربعة فقلت فهذه لها وجه قوة كما سيأتي ثم قال النظم رحمه الله تعالى إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح أي إن أراد النظم هنا أن يشير إلى أن إلغاء الأربعة في عدد التواتر والراجح بمعنى آخر أن التواتر لا يثوت بالأربعة فما دونه طيب في الراجح وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم جماهير أهل العلم استدلوا لذلك بأن عدد الأربعة احتي في الزنا لما أوجب الله في الزنا شهادة أربعة على الزنا اشترط لذلك أن يكون عدولا تحصل يعني قد عدولا مزكين عند الناس فإذا كان كذلك فإن الأربعة لا يفيدنا العلم الضروري وإلا لما احتاجوا إلى تزكية فلما احتاجوا للتزكية علم أنهم لا يحصلوا بخبرهم العلم الضروري والقاطب بصدقهم واضح؟ هذا وجه الاستدلال على أن الأربعة فما دون لا يحصل بها التواتر قالوا ما عليها زاد فهو صالح أي كل ما زاد على الأربعة فهو صالح لأن يكون متواترا لأنه لا يشترط التواتر عد معين وإنما كما قدمنا قد يحصل التواتر بأربعة قد يحصل بعشرة وقد يحصل بخمسين بحسب الخبر وبحسب المخبرين حسب الخبر وحسب المخبرين هنا لما ذكر أهل العلم إلغاء الأربعة استشكل بعض الأصولين ذلك فقالوا إذا قلنا بإلغاء الأربعة يلزم على هذا القول بعدم كفاية الأربعة مطلقا حتى لو كانوا الخلفاء الأربعة يعني يعني كأن هؤلاء استشكلوا وقالوا طيب ما رأيكم فيما لو اجتمع الخلفاء الأربعة فهل يقطعوا بصدق خبرهم أو لا أو يقدم عليهم من هو دونهم من دونهم إذا زادوا عددا وقد أجاب الجمهور على هذا الإشكال بأن الكلام هنا محل الكلام هنا ليس من ناحية حال المخبرين وإنما من ناحية العدل واضح فقد يكون من حيث الحال نقطع بصدق خبر واحد كأبي بكر ولكن من حيث الاشطلاح من حيث ثبوت ثبوت التواتر فلابد من هذا العدل الذي هو الأربعة فصاعدا لما ورد بلايه لأننا نتكلم من حيث العدل دون اعتبار لحال المخبر الآن ففرض بين أن نتكلم عن العدد كشر للتواتر وبين أن نتكلم عن حال المخبرين فقد كما ذكرنا سابقا أنه قد يحصر القطع بصدق خبر جماعة لعلمنا بحالهم ولتمام إيمانهم كالخلفاء الأربعة لكن لا يحكموا بالتواتر على ذلك الخبر الذي يرونه ثم قال النظم رحمه الله تعالى وأوجبا في طبقات السندي تواترا وفقا لدى التعدد هذه المسألة لأن يشير فيها إلى أننا كما قررنا سابقا أنه يشترط في التواتر التعدد وأن يكون هذا العدد ولا يشترط على المعين فإذا كان كذلك فلابد من هذا التعدد في جميع طبقات السند وأن يكون في جميع طبقات السند من عادة خبرهم يمتنع في تواطرهم على الكذب ففي كل طبقة من طبقات السند إلى أن يصل إلى المخبرين يقولون ومن أمثلة ذلك ومن أمثلة ذلك يعني كان فيه التواتر في كل طبقات السند حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وتارة يكون التواتر في طبقة من طبقات السند دون باقي الطبقات أو في طبقات دون باقي الطبقات حديث إنما الأعمال بالنيات حديث فرد باعتبار بداية فإنه هو من روي يعني ابتداء الحديث يعني روي عن عمر بن الخطاب رواه عن علقة بن القاصل ليتي ثم رواه عن علقة محمد إبراهيم التيمي ثم بعد ذلك من يحب سعيد الأنصالي تواتر ولكن قبل ذلك لم يكن متواتر فبمثل هذه الصورة يقولون لابد أن يكون التواتر في كل طبقة من طبقات السند وعلى هذا فيكون هذا الحديث في هذا الاستلاح غير متواتر عندهم قالوا أوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعددي هذا هو مراد النظم قال ولا يفيد القطعة طبعا قوله لدى التعددي أي هذا احتراج مما لو كان الخبر في طبقة واحدة نفترض أن هذا الخبر الآن ما فيه إلا طبقة واحدة فإذا كان ما فيه إلا طبقة واحدة واشترضوا التواتر فيها فقط أما إذا تعدد الطبقات كما ذكر المشنف لدى التعددي لدى تعدد الطبقات ففي هذه الحالة لابد من التواتري في كل طبقات ثم قال النظم رحمه الله تعالى ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطقي وبعضهم يفيد حيث عول عليه طيب هنا النظم رحمه الله تعالى سيشير إلى مسألة خلافية بأعنى أهل العلم وهي هل يحكموا أو هل يقطعوا بصدق الخبر خبر الآحاد أو بصدق الخبر إذن عقد الإجماع موافقا له بمعنى عندنا خبر أحد وهذا الخبر أتى الإجماع موافقا له فهل موافقة الإجماع للخابري يصير به ذلك الخبر قطعيا لأن الإجماع قطعي هل يصير ذلك الخبر قطعيا لموافقة الإجماع له محل خلاف بين أهل العلم من أهل العلم يقول أن موافقة الإجماع لخبر الآحاد لا تفيد القطع لا تفيد القطع إذا قال النظم ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع هذا القول الأول فذهب إليه جماع من المذهب الحلفية والشافعية وقدمه النظم كما ترون صح قال الذين قالوا بذلك قالوا لا يفيد القطع من جهة أنه قد لا يكون مستندهم في الإجماع هذا الخبر بعيد قد يكون مستندهم في الإجماع خبرا آخر خبرا آخر فلما كان هذا الاحتمال قائما قالوا إذن لا يفيد القطع موافقة الإجماع من الأخبار من أهل العلم من يرى أن موافقة الإجماع من الأخبار فإن ذلك يفيد القطع بذلك الخبر بأن ذلك يفيد القطع بهذا الخبر وهذا ذهب إليه جماع من الحنابلة وردح الشوكان وهؤلاء يعني يرون أن الإجماع لما قام فإن الظاهر استناده إلى ذلك الخبر ما لم يصرح المجمعون على أنهم استندوا على خبر آخر ما لم يصرح المجمعون أنهم استندوا على خبر آخر فإذا جاء الخبر موافقاً وجاء الإجماع موافقاً لا فالأصل أن هذا الإجماع مستند على ذلك الخبر إلا أن يثبت خلاف ذلك هذا مستند من قال بأنه يفيد القط من أهل العلم من فصل فقال يفيد القط إن صرح المجمعون أن مستند إجماعهم ذلك الخبر فإن لم يصرحوا بأن مستند إجماعهم ذلك الخبر لم يحصل القطع بصدق ذلك الخبر وهذا أيضا قال به جماعة أيضا من الحنابلة هذا ملخص هذا المسألة قال النظم ورحمه الله وبركاته ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع هذا القول الأول والبعض بقطع ينطقي هذا القول الثاني وبعضهم يفيد حيث عول عليه أي حيث عول عليه أهل العلم حيث عول عليه أهل العلم في الإجماع هذا القول الثالث journalist ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وَانْفِهِ إِذَا مَا قَدْ خَلَى مَعَ دَوَاعِ رَدِّهِ مِنْ مُبْطِلِهِ كَمَا يَدُلُّ لِخِلَافَةِ عَلِيمِ يريد أن يشير الناظم هنا رحمه الله تعالى إلى مسألة وهي أن جماهير أهل العلم على أنه لا يستفاد القطع بصدق الخبر من عدم إبطاله مع توفر الدواعي لإبطاله أعيد مرة ثانية جماهير أهل العلم يقولون لا يفيد القطع بالخبر لا يفيد القطع بصدق الخبر عدم إبطاله مع توفر الدواعي الباعثة لإبطاله بالمثال يطبع القائم الآن قالوا ومن ذلك الآن الأحاديث التي أو الأحاديث الدان على أن عليا أحق بالخلافة من معاورها أو التي اشتدل بها على ذلك التي اشتدل بها على ذلك مثل أنت مني بمنزلات هارون من موشى أن كنت مولاه فعلي مولاه إلى وغير ذلك قالوا فهذه الأحاديث الآن توافرت الدواعي الباعثة على إبطاله بمعنى أن بني أمية لو كانوا يعني أن بني أمية لو أرى الدواعي عندهم للتكذيب هذه الأخبار وإبطالها متوافرة فإذا لم يبطلوها فإن ذلك يوذب القطع بصدقها هذا النوع من الاستدلال على القطع بصدق ذلك الخبر مما ينفيه جماهير أهل العلم ويقولون لا يدل بحال على القطع بصدق الخبر خلافا بالزيدية الذين يقولون بذلك ويجعلون هذا النوع من الاستدلال دالا على القطع بصدق الخبر فمتى ما وجد خبر ووجدت دواعي تستدعي إبطاله وتبعث على إبطاله وسكت عن إبطاله فإن ذلك يدل على القطع بصدقه والجهور يقولون لا لا نقركم على ذلك هذه صورة المسألة وإذا قال وانفي أي وانفي القطع بالصدق على الخبر إذا ما قد خلا من مبطل إذا ما قد خلا من مبطل مع دواعي رده تنمي لتركيب البيت حتى تستوعب وانفيه أي القطع بصدق الخبر إذا ما قد خلا من مبطل مع دواعي رده أي مع الدواعي الباعثة لرده وإبطاله قال كما يدل لخلافة علي أي كالأخبار الدالة على خلافة علي فإنها قد وجدت الدواعي لإبطالها عند بني أمية فلما لم يبطلوها ذل ذلك على القطع بصدقه وهذا القول بالقطع بصدق إن فيه فهو مخالف لقول عامة أهل العلم وما قال الناظم رحمه الله تعالى كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول أي كما أننا نفينا القطع بالصدق بما قدمنا كما أننا نفينا القطع بصدق الخبر بما قدمناه في البيت السابق فكذلك ننفي القطع بصدق الخبر عند من يستدل على الطعب الصدق بالافتراق بين أهل العلم صورة المسألة صورة هذه المسألة كالأتي افترق أهل العلم في خبر من الأخبار بين عامل به وقائل به وبين من تأول ذلك الخبر ولم يحتج به طيب إذا اختلف أهل العلم في خبر بين قائل به وبين يعني بين قائل به محتج وبين متأول لذلك الخبر وغير قائل به يعني بمدلوله قال جماعة من أهل العلم قال بعضهم قال بعض الرسوليين قال هذا يستدل به على القطع بصدق هذا الخبر إذ أن ذلك أشبه بالإجماع منهم على قبول ذلك الخبر فالذي قبله عمل به والذي أوله قبله ابتداء واضطر إلى تأويله فلذلك نقطع بصدقه والجمهور من أهل العلم يقولون لا هذا الطريقة في الاستدلال غير صحيح ولا نقطع بصدقه ووجه ذلك ووجه ذلك أنه هذا الخبر الذي اختلفوا بين قائل به ومؤور به إنما اتفقوا على يعني اتفاقهم على قبوله لا يدل على صدقه وإنما اتفاقهم على قبوله يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم من ذلك القطع بصدقه ولا يلزم من ذلك القطع بصدقه وإنما إنما هم قبول الذين تأولوه إنما ظنوا صدقه ولذلك أولوه ولذلك أولوه والقصد أن جماهر أهل العلم يقولون اختراق العلماء في خبر بين مؤون له وبين غير محتج به وبين عامل به لا يدل ذلك على القطع بصدق الخبر قال النظم رحمه الله تعالى بعد ذلك ومذهب الجمهور ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخفو حاضري هنا يريد المصنف رحمه الله تعالى أن نشيرها إلى مسألة وهي أنه جماهير أهل العلم جماهير أهل العلم على وهو المشهور عند الحنفية والملكية والشافية على أن من أخبر عن أمد يعني هذا الأمر المحسوس كما ذكرنا شابقا من أخبر بأمر عن محسوس بحضرة الجم يحصل بعدد من التواتر وذلك الأمر لا يخفى عليهم عادة ولم ينكروا ولم يكونوا خائفين من ذلك المخبر وسكتوا كل ذلك يدل على القطع بصدق ذلك الخبر لماذا؟ قالوا لاستحارة أن يتواطعوا جميعا على السكوت عن إن كان ذلك الكلب إن كان كذبا عادا هذا هو يعني الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم وهو الذي اخترى السك بجمع الجوانب وهو الذي قدمه الناظم هنا قالوا مذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخف حاضري أي مذهب الجمهور صدق مخبر مع صمت جمع حاضر لم يخف هكذا ومن أهل العلم من قال لا هو يفيد الظن ولا يفيد القط وهذا مشروع من ذلك الحنابلة قالوا من أخبر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالوا من أخبر بحضرة جمع غفير أو جمع عظيم ولم يكذبوه دل ذلك على صدقه لكن على سبيل الظن لا على سبيل القط ومستندهم قالوا لأنه يمكن لأنه يمكن أن هؤلاء الذين سكتوا سكتوا لخفاء حال المخبر لا يعلمون خبرا لا يعلمون حالا صدقا أو كذب ولذلك سكتوا أو لأمر آخر أي كان ذلك قال بعد ذلك النظم رحمه الله تعالى ومودع من النبي سمع يفيد ظنا أو يفيد قطعا وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت عن الإمكار طيب نختم بهذه البيتين حتى نقف على خبر الآحان قال النظم هنا يريد أن يشير إلى مثله وهي أن المخبر إذا خبر أخبر بخبره وكان ذلك بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك الخبر وسكت عن الإنكار عليه ولا حامل للنبي صلى الله عليه وسلم للصمت وترك الإنكار فإن ذلك يفيد الظن فإن ذلك محل الخلاف بين أهل هل يفيد الظن أو يفيد القطع بشورة المسألة مخبر أخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بخطر فسكت صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عليه ولا حامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصمت ولا للمخبر على الكذب فهل يفيد ذلك الظن أو يفيد القطع بصدق المخبر القول الأول وهو ما قدمه النعو رحمه الله تعالى أن ذلك يفيد الظن لا يفيد القطع يفيد الظن بصدق خبره ولا يفيد اليقين بصدق خبره وهو مذهب جماهير أهل العلم وهؤلاء قالوا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن سابقا ذلك قد بيّن سابقا وأنكر أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيخبر ببيان ذلك لاحقا ومن أهل العلم من قال أن ذلك يفيد القطع وهو ما أشار إليه قال أو يفيد قطع وذهب إليه جماعة المتاخرين واختار سبك في جمع الجوامع أن ذلك يفيد القطع سبك في جمع الجوامع اختار أن ذلك يفيد القطع سواء كان ذلك في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية فهذه هي المسألة وقوله رحمه الله تعالى وليس حامل على الإقراء ثم مع الصمت عن الإنكار أي أن الخلاف السابق ومحل الخلاف السابق إنما هو في الصورة التي لا يكون هناك حامل للنبي صلى الله عليه وسلم عن السكوت عن الإنكار أما لو وجد حامل أو سبب أوجب صمته صلى الله عليه وسلم ككون مثلا قال المخبر كافر كثير اللجاد وقد أنكر عليه صلى الله عليه وسلم سابقا مرارا أو نحو ذلك فإن سكوته صلى الله عليه وسلم هنا لا يدل على صدق المخبر لا يدل على صدق المخبر هذه المسألة التي في البيتين والشيخ الأمين له كلام في هذه المسألة يعني كأنه رحمه الله تعالى يعني يقول أصلا يعني يصعب تصور هذه المسألة يعني يصعب يعني العلم بانتفاء جميع الموجبات للسكوت لأنه قد يحصل السكوت عن الإنكار لكن لا يتصور معرفتنا لجميع هذه الأسباب الموجبة لذلك السكوت فلما كان الأمر كذلك يعني كأنه رحمه الله تعالى يقول أن هذه المسألة لا فائدة منها لا فائدة منها نقف على هذا الموضع اليوم بإذن الله عز وجل ونستكمله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ونبدأ فيها بخبر الآحاد بإذن الله خبر الآحاد مظنون لا إن شاء الله بإذن الله وقفنا عنده خبر الآحاد مظنون ونعرأ عن القيود في الذي تواتى شكرا شكرا